عايزة أسأل حضرتك أهمية المشاركة هنا المشاركة السياسية المهمة جدا تصدير صورة للداخل والعالم كله أنه المصري يمارس حقه الدستوري والسياسي أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات المقبلة يعني طبعا المشاركة طول عمري أنا بأدأه للمشاركة وعدم العزوف وأن ده يتمدأ من مبادئ الدموقراطية ومدأ من مبادئ التطور الدموقراطي للناس تشارك وتقول رأيها لأن أي عزوف عن المشاركة هو نوع من عدم تأدية الواجب اللي عليك مهما كان السبب اللي أنت بتعزف عنه إما كسل إما حسن النتيجة مضبونة كل ده كلام لا يصح ويجب أن احنا نشارك ويجب أن المصريين يعني يقبلوا على مثل هذه الشعب المصري شعب عريك التجربة النيابية في مصر من زمان جدا يعني تجربة عريكة في المنطقة فلازم نكون والديمقراطية من الحاجات اللي هي بتنمو وتتطور فلازم وهي بتنمو وتتطور يبقى فيه الناس بتشارك وبتعبر وبتقول رأيها وخاصة أن فيه تباين ممكن انتخابات 2018 ما كانش فيها التعدد دوت لكن الانتخابات دي فيه تباين وفيه زي ما قلنا فوارق في البرامج وفوارق في أشخاص يعني خلينا أقولك مثلا أن طبعا المرشح الرئاسي عفتاح السيسية عنده رؤيته وعنده تجربته اللي الناس بتقيمها بمن يقيمها أنها إيجابية شديدة الإيجابية ومن يقيمها أنه ممكن تكون فيها انتقادات أو فيها مشاكل معانا فريد زاران رئيس الحزب المصر الديمقراطي المرشح الرئاسي فريد زاران رئيس حزب المصر الديمقراطي وأنا من وجهة تنظر فيه أنه مرشح جاد مرشح جاد بعيدا عن رأي الناس في التصويت لها وعدم التصويت لها لكنه مرشح جاد بمعنى صح بشوفه بيعمل أبجاديات العملية الانتخابية بشكل كويس يعني تلاقي له لفتات في أماكن عنده تواجد في مؤتمرات عضاء حزبه حملته الانتخابية انتقاداته اللي أحيانا بتصل لدرجة من الحدة كبيرة وعنده رؤية واضحة حتى لو اختلف معها البعض أيضا دكتور عب سند يمام رئيس حزب الوفد حزب الوفد يعني أنا أعتقد أن دكتور عب سند معتمد على تاريخ حزب الوفد وكوادر حزب الوفد ممكن هو في المعترك السياسي مش بنفس الأقدمية لكن عنده تاريخ وعنده حزب عريق وعنده نواب أيضا الأستاذ حازم عمر وهو نائب ولديه أكثر من 57 عضو في مجلس النواب فيستطيع أيضا من خلالهم أن يشارك بشكل جاد وكلهم عندهم رؤى وتختلف الرؤى وده أمر طبيعي الناس اللي كانت شايفة أنه ما كانش ينفع يعني الرئيس ينزل لوحده فأدي هوت يعني عملية جادة روح وقول رأيك مهما كان رأي طبعا أكيد أن مثلا حرب غزة أثرت على العملية الانتخابية خلت الانتخابات في الاهتمام الثاني بعد غزة خلت إحساس الناس بالاستقرار إحساس الناس بالأمان أكيد عمل دفعة للمرشح الرئيسي المرشح الفتاح السيسي في وضع أفضل لكن كم الإنجازات أيضا كم الأمور اللي محتاجة تستكمل كل دي أمور يعني فيها تفاعلات يعني دي مثل الانتخابات اللي يبقى فيها تفاعلات ما يبقاش فيها حاجة استاتيك كده سبتة لكن يبقى فيها تفاعلات أخذ وعطة